في عام 1957 واثناء معركة مدينة الجزائر في حرب التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي تم تكليف الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار بالقضاء على المقاومة الجزائرية واتبع بيجار ورجاله استراتيجية تعتمد على استخدام العنف والقسوة الشديدة وعمليات التعذيب والاعدام لترهيب الشعب الجزائري لدرجة أن بيجار ابتكر وسيلة تعذيب واعدام مروع عبارة عن صب كتل اسمنتية حول قدمي المعتقلين والأسرى الجزائريين ويتم تركهم فترة حتى تجف وتتصلب الكتل الاسمنتية حول أقدمهم وتتحول إلى أثقال مثبتة إلى أكسادهم وبعدها يتم نقلهم بواسط الطائرات هليكوبتر فوق البحر متوسط وإلقائهم فيه وسرعان ما تقوم الأثقال الاسمنتية المثبتة في أقدمهم بسحبهم إلى أعماق البحر مما يتسبب في وفاتهم غرقا ويقال أن أحيانا كان يتم تثبيت الكتل الاسمنتية في أرجل الرجل وزوجته وأطفالهما وإلقائهم معا من الطائرة أطلق الفرنسيون على طريقة الإعدام الرهيبة دي اسم جامباري بيجار ويقال أنها تسببت في مقتل 8000 شهيد من الجزائريين